توجه إلى الله سبحانه وتعالى واعلموا وعلموا أن لن يردنهم خائبين بهذه الأسماء سيقضى الله وإن شاء الله آجالكم كما قضى حوائج الأنبياء وأخرجهم مما كانوا فيهم من البلاء أعوذ بالله السميع لني من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سن على محمد وأمال محمد اللهم إن يسلك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماءك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من اعتقائك من النار أن تجعلني من اعتقائك من النار أن تجعلني من اعتقائك من النار اللهم اعتقائك من النار أن تجعلني من النار أن تجعلني من النار نسأل الله سبحانه وتعالى أدعوني أستجب لكم وليس سيدي من عذك أن تطلب الدعاء وتمنع العمل سيدي تقبل مننا ارحمنا اقضي حوائجنا انظر إلينا نظرة رحيمة أستكمل بهلكرامة يا الله اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسل توبه وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك أمين بك يا الله 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 بمحمد 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 ابن علي بجعفر ابن محمد 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 بموسى ابن جعفر 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 بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى بمحمد ابن علي 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 بعلي ابن محمد 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 بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن سيدي ومولاي يا ابن رسول الله يا صاحب الزمان ادعو لنا اذكرنا في صلاتك وفي دعائك احفظنا يا سيدي ومولاي من شر الأشرار ادعو لنا اذكرنا في صلاتك وفي دعائك ادعو لنا اذكرنا في صلاتك وفي دعائك كل غريب اللهم شافي كل مريب اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجمع كلمة على الحق اللهم انصرنا نادوك وعدونا اللهم الهل الحق يا أمين اللهم اصحاب الحوائج طالبي الذرية اصحاب الجون الذين في ضائفة المهومين المغمين فرج عنهم يا رب العالمين اللهم من كانت له حاجة فقدي له حاجة بحق فاطمة وأبيها وبالا وبنيها اللهم صلى لها محمد وآل محمد اللهم لا تذع لنا ذنبا إلا رفرتا ولا همّا إلا أفرجتا ولا عيبا إلا سترتا ولا خوفا إلا منتا ولا عدوا إلا أهلكتا ولا حاجة إلا كارفا ولنا بنيها سلاحنا قضيتا يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطيبين الطاهرين